هنا بمشاة بلدية بنزياد غرب ولاية قسنطينة يكبد سكانها عناء الفقر والمرض بإذل غياب تامل لسلطات المحلية لتكفل بانشغالاتهم قافلة طبية سعت لتنظيمها في ديراليات المجتمع المدني لتكفل بسكان هذه القرى النائية والوقوف على حالات مرضية صعبة قراءة لزيارة المناطق النائية والمعزولة قادل قافلة الطبيعة بالتنسيق مع مستشفى الجامع بن باديس الهدف منها هو أن نصل الناس المحتاجين الناس المرضى اللي ما يقدرونيش تنقل مستشفيات الناس اللي ما عندهمش الامكانيات بها يتنقلو وقفنا على عدة حالات اليوم نحن نزور بلدية بنزياد روفاك سابقا وين وقفنا على بعض الحالات رح يتكفلوا بها كفيدرالية من جانب الاجتماعي كالأدوية والأغطية المشكلة اللي يعانيه منه هاد ناس هو أن العلاج كما تكونش سكنة لازم تمشي مع بعضها غياب أوجه التنمية في المنطقة خلق حالة من تهميش الممنهج حيث وقفت القافلة عن مرضى لم يجدوا سبولا للتداوي وظلت الأمراض تلازمهم لسنوات أين طلب سكنها بحقهم في التنمية المحلية مرضى وربع سنين أخويا وميز ما عنده لشهرية ما عنده ولو ما عنده شموه وش خدام البلد هي قادة مصهر ندخلوك إيجاز ما دخلوش ما جاوش ندرك تري سيتي ما جاوش من طلب يعطيوني سكنها مضيفة والمهلية تخاخش هادو الروح منهم هاي ولديها تقتر مني تقتر مننا البابا الدنيا ونا فيه الصم العبد ما عنده لاش حكومة ما عنده لاش أولاد هي وجه من أوجه الجزائر العميقة التي تحتاج إلى التفاسة جدية من قبل السلطات المحلية وعطباء عكفوا على العمل الطوعي وتعميم القافلة لتشمل باقي بلديات الولادة